السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. انتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على فاطيرة اللي كتجي من اروع ما يكون. نفرحوا بها الوليدات فاطيرة تركية. ونفرحوا بها وليداتنا في هذا الحجر. يعني نديروا اليوم هكا في القوتي او في الفطور. وكتجي سيطة. وبسم الله سنبدأ معكم المقادر. هنا كندير كس ديال الحليب انا كن عبر بهذا الكس. وكندير نص كس ديال الماء. يعني الحليب ولماء دافين. ماشي بزاف. كندير واحد المعلقة ديال الخميرة حبيبات. الخميرة الفورية. انا عندي هنا المعلقة صغيرة. وكنحرك مزيان حتى كنحركها مزيان بالفووي. حتى كنحركها مزيان. نحركها مزيان. بالتخلط هذه الخميرة وكنت بتفاعل مع الحليب. وغدين ندير جوج معالقة ديال الصقار. هنا عندي المعلقة هنا صغيرة بماشي معالقة ديال الطعام يعني متوسطة. وكندير هنا ثلاثة المعلقة ديال الزيت نباتية. ونحرك مزيان بالفوي حتى نحركها مزيان هنا سوف نفصل البيضة سوف نفصل البيضة وسوف نحتفظ بالصفار ونخلطها مزيان بالطرب اليدوي نخلطها مزيان حتى البيضة يتخلط هنا مع الحليب مع السقار ومع الحميرة سوف نستخدم الفورص هنا تقضلك الفورص ودرت الملح حسب الطوق أو الدقيق الأبيض سوف نحركها بيت دي يمكننا حركة أصابيع هنا هذه الكمية 350 قرم الطحين سوف نزيد بالتدريج وانا سوف نضيفها بيدي. صافي كنستمرو عليه حتى كنجمعو العجينة ديانا. يعني ساهلة في العجينة ما كتعطلش. وما كا بدون ذلك زي ما ما كتلكوهاش يعني وكتجي رائعة وكتجي مفشفشة. صافي كنجمع بحل هكا. كنزيد دقيقة عارب هكا بالتدريج. صافي بعد ما جمعنا العجينة ديانا هكا غادي نحطها في الإناء ونخليها تختامر حتى كي تضاعف الحجم ديالها. صافي انا هنا يسلقت واحد جوج حبات ديال البطاطة ودرت معاهم معلقة ديال الزبدة وغادي ندلكها. كندلكها مزيان حتى كنت تدلك كلها. بعد ما ندلكتها غادي ندير شوية ديال الملحة حسب الضوق. وكندير رسل مع القادية اللي بصار. كندير شوي القصور مع دنوس ميبسين. انا ما عنديش هنا يلا كان خضر احسن. وعندي هنا يا جبن. كندير واحد جمع ديال الجبن. صافي وكان معسها بحلقة كن نخلطها مزيان معها الجبن. كان السمر عليها بحلقة ديال كابل معلقة. صافي وكان نوجدها ولكن تكون باردة يعني كتخلي واحد تكت برد هي العجينة التفاعلات وخمرات صافي وغادي نجمعها انا هنا يا قسمتها على جوج. صافي وغادي نجمع العجينة ديالنا ونقاد الكاميرا. صافي وبعد ما كان نقرسها شو سهرة مني كتخمر مما كتبس قش تلتصق. يعني راهت بعد ما خمرات صافي راهت تفاعلات مما كان ما كانت الكوهاش وما كانت محنوش معها. كان ساعن بشوية ديال الطحين. صافي غادي نخليها شوية كترتاح وغادي نجيب هنا المدلك وكان سرحها مزيان. كان سرحها حتى كترقاق مما كتبقاش غليظة لان نعلا شرحها كتتفاعل وكتتغلاط كتنفخ نزيد ون نحلوها كبت اللاك ما تنقوش طحين. كان ديروح لكمية قليلة. باش ما تلصقش. صافي بعد ما هكا. هكا. رققناها مزيان. ما شفتوش حالك ترقق. هكا تجي رقيقة. هكا كوراها غادي تغلاط ما غاديش تبقى رقيقة. صافي غادي نجيب ورق الزبدة بحال هكا سرحها فوقه. يعني غادي ندخلها الفران فوق هد ورق الزبدة. ثم اللي ما عندكم شسرحوا وحطها فوق اللاطة. ودهنوا اللاطة بشوية ديال الزيت. صافي غادي ندير هكا واحد الاصطر. غادي نقطع ثاني. بحال هكا. بحال هكا. وكن زيد مقطع بحال هكا هده بوحده. وده بوحده. صافي بعد ما قطعتهم. انا غادي نجيب الطاقة ديالنا اللي صيبت بحال هكا قدرتها آآ كورتها بحال هكا. دس على شكل اصابع. وكن ندورها بالفطيرة. احنا عير باش كنديرو شي حاجة اللي ولدت لان هاد الفطيرة كتجي رائع لف الشكل. لف الماضاق. وكن فرحوا بها هكا ولداتنا. وعلاش احنا ما نديرو هاش هكا في. يعني بحال هكا في القورتي ديال العشية. كنحط واشي حاجة راقية. كجي جميلة. صافي بعد ما دورتها غادي ندير الفلفلة. انا نقطع الفلفلة هنايا. الفلفلة حمرة. عندي الفلفلة حمرة. عندي الفلفلة خضرة. ثم اكديروا الفلفلة اللي كتكون عندكم. الفلفلة درتها بحالة كخضرة ما ما طيبتها ما نزلتها موالو. لان هنا عندي الفران انا فيها الفرفرة. كي طيب. انتم ما ما عندكم الفرفرة غضيت بحال هكا الطيب وهاكا من التحت كتشعلوا على من التحت تحت كالطيب. وكالطيب هاد الفلفلة. احنا هنا يكن طويوها. كنديرو لها ها طيب حال هاكا. كنجمعها ملجين. صافي وكنطوع لها الطيب وكنخلي هاد النص دياله هكا محلول. بعد ما كمناها. صافي جمعتها كلها بحال هكا وغادي اندهنها بالبيض. كيف ما قلت لكم الى ما عندكمش الفران فيه الفرفرة غادي تدخلوها هكا الفران كتشعلوا عليها ملتحت تحت كالطيب ملتحت. عادة باش كتشعلوا عليها الفران من الفوق. هنا البيض درت فيه شوية ديال خل باش تحيدلو ذاك الزفورة. صافي كندهن الفطيرة ديالنا كلها بحال هكا. كتجيزوينة. وكنعطوها الخاطر بحال هكا لانك يكون عندنا الوقت هكا فلاشية. ليش ما نصيبوهاش. ما كتتقامش غالية. المكونات كلهم عندنا في الدار. صافي انا هنا كنزين بشوية ديال زنجلان اللي بغي زين بالحبة السوداء او باش ما بغيتو تزينو كتزينو. انا هنا ايا كنا ندير زنجلان كنستعملو بزاف. صافي وغادي ندخل لالفران على درجة الحرارة ميتين. وكيف ما قلت لكم الى ما عندكمش الفران هذا كتشعلو عليها ملتحت وكتخفو عليها العافية حتى كالطيب. بعد ما طابت اي الفطيرة ديالنوجدات. ثم شفتو معايا كيفاش كتجي. كتجي. هائلة. وكتجي لديدة وبنينا. وما تنسوش اللي عجبكم في فيديو. ما تنسوش شاركو في القناة اللي ما مشاركينش في القناة جوجودود على القناة. وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. انا غادي ننهز معكم هذه حتى كتشوفوها كيفاش كتجي. كتجي هائلة. كتجي خفيفة. وهشة. كيف ما قلت لكم الفلفلة ديالنرها طيبة. ولا عجبكم في فيديو. ما تنسوش شاركو في القناة. ادروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. وكن نقول لكم الصحة والراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.